اشتركوا في القناة ان احنا نبقى عند حسن نظامكم ان شاء الله يعني الناس اللي كانت موجودة في الحلقات اللي فاتت وامتابعنا ان شاء الله نعمل مراجعة سريعة والناس اللي ما كانش موجودة اول مرة تحضر معنا برضو بنعمل لهم تذكرة ومراجعة سريعة على اساس ان هم يبقوا معنا في المادة مادة بسيطة جدا ومادة سهلة مادة الهندسة والميكانة الزراعية وده اول فرع لها في الترمي الاولاني اللي هو المساحة بالميزانية وقلنا مع بعض زي ما احنا متعودين دايما نقول يعني ايه ميزانية ودور الميزانية في الانتاج الزراعي ايه طبعا اعتقد ان كتير جدا دلوقتي اعرف يعني ايه ميزانية يعني ايه دورها في الانتاج الزراعي او ايه اغراضها وزي ما قلنا قبل كده برضو دورها دراسة طبيعية سطح الارض لمعرفة مواقع الارتفاعات والانخفاضات تعيين انسب الاماكن لانشاء الترع ومصارف عمل قطعات طولية لإنشاء ترع ومصارف عمل قطعات عرضية لإنشاء وترميم الترع ومصارف والطرق بعمل خرائط كونتورية عشان أحدد نوع تسوية سواء كان تسوية مائلة أو تسوية وفقية بنحسب مكعبات الحفل وردم لقطعة أرض أنت عايز تسويها فيها مرتفعات وفان خفاضات ده بالنسبة لأغرضها برضو احنا تعرفنا مع بعض عن التعريفات الخاصة بالميزانية وقلنا أن التعريفات الخاصة بالميزانية ثلاثة قلنا أول حاجة السطح المستوي ومستوى المقارنة ومن سوى النقطة وقلنا دول من التعريفات المهمة جدا وقلنا أن السطح المستوي هو السطح الذي فيه جميع أجزاءه على اتجاه الجاذبية الأرضية وقلنا أن مستوى المقارنة هو المستوى الذي ينسب إليه أو هو المستوى الذي يقاس منه ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الأرض ومنسوبه سفر في الميناء الشرقي بالإسكندرية اللي هو البحر الأبيض المتوسط وهنا قلنا سؤال ممكن يجي أقولك إيه يقاس مستوى المقارنة في البحر الأحمر في البحر المتوسط تمام وقلنا أن كل دولة اتخذت لها منسوبه وكان منسوبه في مصر سفر في الميناء الشرقي بالإسكندرية قلنا منسوب النقطة برضو من التعريفات المهمة هو مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الأرض بالنسبة لمستوى المقارنة يعني النقط دي أنا بنسيبها لمستوى المقارنة إذا كان أعلى المستوى فبتبقى بالموجب إذا كان أقل من المستوى فبتبقى بالإيه بالسالب تمام وقلنا في نقطة سابتة المصلحة المساحة بتحطها في الطبيعة عشان نستخدمها في إجراء عملية الميزانية من غيرها ما نقدرش نعمل الميزانية زي ايه النقضية قلنا زي الروبرات وقلنا أن الروبرات أو نقطة الروبر كلها مسميات واحدة أو علامات المناسيب هي عبارة عن علامات معدنية سابتة علامات معدنية معمولة من الحديد سابتة ما بتتغيرش وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل الميزاني قلنا أن الروبيرات لها نوعين منها الحائط ومنها الأرضي وقلنا حائط ليه لأنها بتتحط في الحوائط أو تسبت في الحوائط السبتة زي الحوائط الحكومية والأرضي بتتحط على رأس الترع أو المصارف أو على الطرق وقلنا أن الروبير الحائط منه اتنين درجة أولى ودرجة ايه درجة تانية ده بالنسبة للروبيرات تبتتوزع ازاي أياما دلوقتي مصلحة المساحة هتخط الروبيرات تمام هتوزحها ازاي هي هتوزحها في الطبيعة حوالي من نص لأربعة كيلو في المدينة كل نص كيلو وفي الأرض الزراعية كل كنين وفي الطرق الصحراوية كل تلاتة إلى أربعة طيب سؤال مهمة أوي هو أنت بتستدل عليها منين يعني ازاي تعرف الروبيرات دي موجودة فين أصلا بتستدل عليها الروبيرات من حكتين من دفتر الغيط وخريطة الروبيرات معاك لكين دول تقدر تستدل على الروبيرات من خلاله كلام جميل يا دي بالنسبة لمين للروبيرات دخلنا بعد كده في الأدوات المستخدمة في عمل الميزانية ودي الحلقة اللي فاتت وقلنا مع بعض أن الأدوات المستخدمة في عمل الميزانية كتير أو منها الميزان المهندس والقامة والشرائط بأنواحها سواء كان شريط تيل أو شريط سلب أو دفتر الغيط ودفتر الروبيرات خريطة الروبيرات جهاز التدوليت محطة الرز المتكملة الشوك كل الحاجات والأدوات والأجهزة دي بتستخدم في إجراء الميزانية قلنا القامة الأول شيء طبيعي أنا أعرف أرى القامة إزاي أو إيه هي القامة عبارة عن مصطرة من الخشب طولها ثلاثة لأربعة لكن الشائع في استخداما هو الأربعة معمولة من الخشب أو للمون مدرجة من على أحد أو وجهه واحد هو المدرج مدرجة من أسفل لأعلى وقلنا من أسفل لأعلى لحتى تظهر صورتها في المنزار معتدلة زي ما قلنا في الحلقة السابقة أن القامة مدرجة من أسفل لأعلى تمامять يعني الأرقام مكتوبة مقلوبة من تحت الفوق تمام يعني صفر القامة عند أسفلها على الأرض تمام وعندي العادسة بتقلب بتديني صورة معتدلة يعني مقلوبة يبقى مقلوب في مقلوب يديني إيه معدول يبقى عشان كدله بقولك إيه هنا ممكن يقولك سؤال علل لماذا تدرج القامة من أسفل لأعلى أو علم تكتب الأرقام مقلوبة على القامة كلها مسميات واحدة أقول له حتى تظهر صورتها في المنظر معتدلة تمام بعد كده قلنا أن القامة لها أعدك أنواع منها المتدخلة ومنها المنزلقة وشفناها مع بعض في الحلقة السابقة في الفيديو اللي احنا عرضناها منها المتدخلة ومنها المنزلقة أو المفصلية والقامة في أساس استخدامها أنا بخط القامة هنا عن نقطة دي عشان أقدر أجيب ارتفاع النقطة عشان أقدر أجيب ارتفاع مين النقطة طيب يبقى لما نيجي نقول فيما تستخدم القامة تستخدم في ايه في إيجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن النقطة المطلوب حسابها أو عن موضع القامة ده بالنسبة للقامة بنقرها زي احنا بناخد قرية القامة على الشعر الأفقية الوسطى اللي هي في حامل الشعرات وقلنا القامة لما بجأ استخدمها بحطها في أرض عند الأرض الصلبة على أرض الصلبة أو إذا كان أرض رخوة فبحطها على قاعدة حديدية علشان ما تغص في الأرض أثناء الدوران ده بالنسبة للقامة سريعا برضو الميزان أن الميزان آلة هندسية الغرض منه الحصول على مستوى نظر أفقي يوازي مستوى المقارنة يوازي مستوى المقارنة ده بالنسبة ليه فيما يستخدم الميزان هو بيستخدم ليه أو فايدة الميزان إيه كلها مسميات لكن الوظيفة واحدة الحصول على مستوى نظر أفقي يوازي مستوى المقارنة عندي برضو من دم لتعريفة المهمة اللي احنا قلناها تعريف منسوب سطح الميزان اللي هو بنرمزه بالرمز ميم سين ميم وكاللي بلك معي في رمز دوعة حسن هستخدمه في الميزانية الطولية ميم سين ميم أو منسوب سطح الميزان مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن مستوى المقارنة ده تعريف منسوب سطح الميزان اتكلمنا قلنا الميزان بيتركب من ايه؟ بيتركب من اول حاجة من المنزار يبقى الميزان يتركب من المنزار وان المنزار يتكون من الاتي عدسة عينية وعدسة شيئية ومسمار الايه؟ التطبيق ثم ميزان حامل شعرات وميزان تسوية وثلاث مسامير من مسامير التسوية وثم حامل الميزان قلنا المنزار اول حاجة فيه العدسة العينية والعدسة العينية وظيفتها الحصول على صورة معتدلة مكبرة والشيئية الحصول على صورة معتدلة مصغرة ومسمار التطبيق ها؟ لإيه؟ لإظهار صورة القامة لتوضيح صورة القامة لتوضيح الرؤية أقدر أشوف بيه ومسمار التطبيق لما أنظر من العدسة وأنا مش شايف حاجة فبحرك المسمار للأمام أو الخلف فبتظهر عنده الرؤية واضحة تماما تمام؟ ده بالنسبة لي كان العدسة العينية والعدسة الشيئية ومسمار التطبيق أما حامل الشعرات وزي ما قلنا حامل الشعرات ده قرص زجاجي محفور عليه شعر اتنين ثلاثة وشعر رأسي قلنا الثلاث شعرات الأفقية دول برصد القرية على الشعر الوسطى اللي في النص إنما العليا والسفلة شعر العليا والسفلة دول بسميهم بشعراتها الاستاديا ودول وظيفتهم إيه؟ الحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس طب والشعر الرأسية بقى اللي موجودة في حامل الشعرات دي عشان لو أنا حطت القامة كده مع وجوه أعرف من خلالها أن القامة مش مزبوطة أستعدل القامة رأسيا يبقى أستعدها للقامة رأسية من خلال الشعر الرأسية طب لو أنا بقى مش شايف حامل الشعرات يعني أنا ببص كده من منظر ما شفتش مش شايف حامل شعر أعمل إيه؟ هروح جاي بورقة بيضة زي ما اتفقنا كده ورقة بيضة وأنا ببص من بنظر كده من عدسة العينية وقدام مني الورقة البيضة على العدسة الشيئية وحرك وحرك العدسة العينية يا إما يمين يا شمال فتظهر عندي الشعرات بوضوح تام الشعرات تظهر واضحة تماما يبقى كده احنا عرفنا إزاي أظهر حامل الشعرات لو أنا مش شايفه من ضمن مكونات الميزان قلناها مسامير التسوية أو قاعدة الميزان قاعدة كده مسلسة الشكل فيها مسمار 2-3 مسامير ودول بنسميهم مسامير التسوية بنسميهم مسامير التسوية ووظفتهم ضبط أفقية الميزان يبقى أنت بتضبط أفقية الميزان منين من خلال مسامير التسوية بعد كده حامل الميزان إذن دي مكونات الميزان اللي تشمل على المنظار والمنظار يتكون من عرسة عينية وعرسة شيئية سمار تطبيق حامل الشعرات ميزان تسوية ميزان تسوية مسامير تسوية وميزان تسوية وحامل الميزان دي مكونات الميزان دي مكونات الميزان بعد معرفنا مكونات الميزان طيب أنا عايز أشتغل على الميزان طيب عشان تشتغل على الميزان لازم تكون عارف حاجة مهمة جدا اللي هي إيه اللي هو ضبط الميزان أو تحقيق الميزان يعني إيه ضبط الميزان يعني إيه تحقيق الميزان ضبط أو تحقيق بمعنى واحد هو تصحيح أي خطأ في الميزان قبل الرصد مباشرة قبل ما بترصد بتصحح الخطأ الموجود في الميزان طيب إيه أنواعه عنده نوعين واحد تحقيق مؤقت والتاني تحقيق دائم متى يتم إجراء التحقيق المؤقت يتم عند نقل الميزان من مكان إلى آخر يعني لو أنت بتنقل الميزان من هنا للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي كل ما تنقل الميزان كل ما تعمله تحقيق كل ما تنقل الميزان كل ما تعمله تحقيق مؤقت وهنعرف يعني تحقيق مؤقت زي ما قلناه في الحلقة السابقة ثم تحقيق دائم يبقى النوع التاني للتحقيق هو تحقيق دائم والتحقيق الدائم بيتم عند استعمال الميزان أول مرة يعني أنت لسه شريع من الشركة حديثا وتعمله عملية ضبط وإصلاح أو استخدمته مرة عليه وقت كبير قوي فترة كبيرة من السنوات أو لاستخدامه أساء استخدامه وعمل وأخطأ في استخدام الميزان هنا بتعمله ضبط إيه ضبط دي يبقى احنا عرفنا إيه هو الضبط وما هي أنواعه طيب أنا أعمل ضبط إزاي بقى؟ يعني ده جزء عمل كده يقولك أنت إزاي تضبط أفقية الميزان؟ إزاي تعمل تحقيق مؤقت للميزان؟ وأي مهندس أو أي فن مساحة لابد يكون يعرف يعمل هذه المهارة وإلا هيبقى أرصاده كلها خطأ نعمل بقى الضبط المؤقت إزاي؟ أول حاجة هعملها أنا هو أني هجيب أرجل الحامل بتاعة الميزان وافتحها على زوية سبعين درجة واسبتها على الأرض يبقى هتجيب لي أدي رجل اتنين تلاتة كده واخطهم على الأرض كده واسبتهم وافتح أرجل الحامل على زوية سبعين درجة بالتخريب يبقى أنا كده إيه؟ سبت أرجل حامل الميزان وخليت طول الحامل مناسب لطولي عشان وانا بشتغل يبقى الطول مناسب وطبعاً الأرجل بتاعة الحامل جزئين قطعتين الرجل عبارة عن قطعتين تمام؟ قادر أفك كده الكلابس بتاع الرجل أفتحها أطولها أو أصرها زي ما أنا شايف كده حسب طولي وحسب ارتفاعي عشان يتناسب مع طولي بعد كده الخطوة التانية أنا هسبت الميزان فوق الحامل أنت خلاص زبطت الحامل بتاعك هتجي للميزان وتخطه فوق الحامل وتسبته بعد ما ثبتنا الميزان أبدأ أروح للمنزار بتاعي وأعمل إيه بقى للمنزار؟ أخلي المنزار يوازي تا عندك كم سمار بقى لمسامير التسوية؟ ها حد يفكرني كده من الشاطرين؟ ها؟ صح؟ ثلاث مسامير طب يا طارع هعمل إيه بقى المنزار؟ أنا هخلي المنزار يوازي مسمارين الأول وبعدين أحرك المسمارين دول من الداخل للخارج والعكس يعني مرة أحركهم كده ومرة أحركهم كده واعد أحرك في القصة دي فترة أو فترة لغاية لما تبقى الفقاعة اللي هو ميزان تسوية الفقاعة بتاعته فيه منتصف مجرى ثم أجعل المنزار يوازي المسمار التالت يبقى المسمار الأول وزى مسمارين وحركته وبعدين المنزار يوازي المسمار الهون التالت وحركه برضه قبل ما بخلي المنزار يوازي المسمارين دول أو المسمار ده لازم أتأكد أن المسمار التالت دول فيه منتصف مجرى لازم أتأكد أن المسمار التالت فيه منتصف مجرى ليه؟ عشان المسمار لما تحب يتحرك ويمين يتحرك شمال يتحرك يبقى أنت تأكدت أن المسمار التالت موجودين فيه منتصف المجرى طيب بعد كده بقى نعمل ايه? بعد ما خليت المنزار يوزي مسماريني ووزي التالت وبعد حتى تحركت المسامير من داخل الخارج والعكس فترة كده? اه? كررت يعني العمل ده? اه? لغاية لما يبقى الفقاعة في النص ازا انت كده ضبط افقية الميزان واشتغل على بركة الله. وبكده يبقى اراياتك انت انت متأكد وضامن ان الارايات اللي هتاخدها ارايات الميزانية ارايات صحيحة. ارايات مزبوطة. لكن لو انت جيت اشتغلت من غير ما تعمل الخطوة دي يبقى كل الارايات اللي بتاخدها ارايات غلط. ضيعت الدنيا. يبقى الميزانية كلها اصبحت ميزانة فشلة. ليه? لانك ما زبطتش ما حققتش الميزان. ما عملتش تحقيق مؤقت للميزان. يبقى لابد تتأكد الاولا قبل ما ترصد انك عملت تحقيق وبتأكد من خلال مين? من خلال ميزان التسوية بتاعي. ان نقطة الفقاعة بتبقى موجودة في متصف مجرى. وبكده يبقى انا عملت تحقيق للميزان. اللي هو تحقيق مين? مؤقت. برضو احنا عارفنا من ضمن الاجهزة اللي درسناها جهاز التدوليت. وان التدوليت ده منه جهاز الايه? الجهاز العادي. تدوليت العادي. وان التدوليت اساسا بيستخدم في قياس الزوايا الافقية والزوايا الرأسية. لكن الميزان كان بيستخدم في ايه? ابعاد. ابعاد رأسية. يبقى تدوليت بيستخدم في قياس الزوايا الأفقية والرأسية قلنا تدليت منه عدة أنواع ثلاثة منه تدليت العادي والبصري والرقمي ثلاثة أنواع من أنواع تدليت العادي والبصري والرقم قلنا أن ميزتون هو سرعة إنجازه سريعا جدا في عمله قدر أربطه بالحاسب الآلي دي قراءات مظبوطة قراءات صحيحة كويسة لكن أعيب أنواع بتأثر بالظروف الجوي بتأثر بالظروف الجوي دي الأدوات والأجهزة اللي احنا خدناها في الحلقة السابقة وكل ما خدناه في الحلقات السابقة حبيب الطلبة عشان تعمل ميزانية فيه احتياطات لازم تبقى أنت مراعية بالضبط زي والدك في البيت هو المسؤول عن الميزانية في البيت فهو عامل حساباته وشي الجزء كده إيه لحاجة قد تحبس عنده احتياطات عنده تعليمات هو مراعيها علشان يقدر الميزانية اللي هو حططها أو اللي هو عاملها ميزانية تبقى ميزانية مالها ميزانية نجحة هنا بقى درسنا النهاردة اللي هو الاحتياطات والتعليمات الواجب مراعتها عند عمل الميزاني ميزانية طب يا ترى الاحتياطات دي بالنسبة لمن يعني أنا هخلي بالي من ايه بالضبط ايه اللي أنا حرعيه انت هتراعي بالنسبة للميزان وبالنسبة للقامة يبقى اللي انت هتشتغل عليه هو اللي انت هتاخد بالك منه وتراعي في شغلك تعمل احتياطاتك عشان تتجنب اي خطأ ممكن يحدث طب ما تيجي نشوف كده ايه ايه هي الاحتياطات والتعليمات الواجب مراعتها الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء في الميزانية بالنسبة للميزان وانا هنا ممكن اجيب لك السؤال مش مش شامل يعني لما اجيب لك السؤال اقول لك ما هي الاحتياطات الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء حتى تقل الاخطاء في الميزانية بالنسبة للميزان يعني انا حددلك اهو انا حددتلك بالنسبة للميزان يعني انت مش هتقول الا للميزان فقط لغير لكن لما جيب السؤال كده شامل الاحتياطات والتعليمات الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء في الميزانية واسكت هتقول لي بالنسبة للاتنين بالنسبة للميزان وبالنسبة للمين للآمن طيب نمسك الأول الميزان ايه هي احتياطات الميزان ايه اللي مفروض قرأيه وانا بشتغل على الميزان طيب نخلي بنا كده مع بعض على الشرح اللي قدامنا كده بتقول ايه الاحتياطات الواجب مراعتها عند عمل الميزانية بالنسبة للميزان اول حاجة التأكد من حامل الميزان وربط المفقوق منه ايوه يعني ايه يا شباب يعني اتأكد من الحامل بتاع الميزان وربط المفقوق يعني ممكن يكون في وزء من الحامل المفقوق واجه اشتغل يروح موقع على الميزان المكسر يبقى اول حاجة انا مفروض ارعيها التأكد من حامل الميزان وربط المفقوق منه تاني حاجة وضع حامل الميزان على ارض صلبة وتثبيته جيدا في الارض ها فاكر حتة الارض الصلبة دي عشان ما يتتحركش مش يهتز وتثبيته جيدا فين في الارض نمرة ثلاثة وضع الميزان في منتصف المسافة بين المؤخرة والمقدمة وهنعرف قدام يعني ايه مؤخرة ويعني ايه مقدمة بس احنا بنحطه في نصف المسافة بين القريتين دول بين المؤخرة وبين المقدمة نمرة اربعة ألا تزيد المسافة بين الميزان والقامة عن ميت متر ولا تقل عن عشرة متر يبقى المسافة بين الميزان والقامة يا حبيبي ما تزيدش عن كام عن مية وما تقلش عن كام عن عشرة وخلي بالك ممكن اجيب لك فقا سؤال النقطة رقم خمسة التأكد من اجراء التحقيق المؤقت للميزان زي ما قلنا قبل كده لازم تتأكد من اجراء التحقيق المؤقت للميزان لان بدونه يبقى العمل اصبح عمل خطأ بأن تكون الفقاعة في منتصف مجراءها يبقى اذا انت بتتأكد ازاي بأن تكون الفقاعة في منتصف مجراء نمرة ستة ادارة المنزار بخفة عند الرصد يعني ايه يا شباب يعني لما تيجي تدور المنزار كده ما تروحش كابس عليه كده ومسكه جامد لا ده بالراحة وبلين علشان ايه ما يتهزش الميزان فتتغير فقاعة من مكانها نمرة سبعة وضع مظلة فوق الميزان خلي بالك بقى هنا ها وضع مظلة فوق مين الميزان انت بتلبسها ليه عشان تحميك بتلبس الطاقة انت ليه عشان تحميك من الشمس تحميك من المطرة يبقى هو نفس القصة هي لحمايته من الشمس وتأثيرها على اجزاؤه خاصة فقاعة ميزان التسوية نمرة تمانية يجب ملاحظة ميزان التسوية قبل كل قراءة مباشرة يبقى لابد تركز كويس جدا قبل كل اراية تاخدها ان ميزان التسوية مزبوط عشان يبقى الاراية اللي انت وقدها اراية صحيحة الاراية اللي انت وقدها اراية مالها صحيحة رقم تسعة يجب العناية بقراءة القامة على الشعر الافقية الهين الوسطى يبقى لابد زي ما قلنا فاكر لما قلنا اراية القامة وطريقة اراية القامة ان انا بقر القامة على الشعر الافقية الهين الوسطى مش العليا والسفلة احنا قلنا العليا والسفلة دول عبارة عن ايه ها من شاطر يفكرني ايوة في حد شاطر هو بيقول لي ان العليا والسفلة عبارة عن شعرات الاستادية دول وظيفتهم ايه يجاد المسافة بين النزان والقامة دون قياس يبقى نهقر القامة على الشعر الافقية الوسطى اذا الاحتياطات الواجب اتباع مراعاتها او اتباعها عند اجراء الميزانية تسعة احتياطات قلنا اول حاجة اتأكد من حامل الميزان تأكد منه ان الحامل بتاع الميزان يبقى مش مفكوك منه رجل لان احنا قلنا الرجل انا فيها جزئين جزء متحرك وجزء ساب معايا اتأكد بان الحامل بتاع الميزان ده مظبوط ومربوط كويس وما فيش رجل فيه مفكوك ده اول حاجة قلنا تاني حاجة ان الميزان يبقى في منتصف المسافة بين قريتين بين مؤخرة وبين المقدمة وهنعرف يعني ام مؤخرة ويعني ام مقدمة في الدرس اللي جاي قلنا المسافة بين الميزان والقامة ما تزدش عن مية متر ما تزدش عن مية متر وما تقلش عن عشرة متر يبقى ممكن يقول لي صح ام خطأ يجب ان لا تزد المسافة بين الميزان والقامة عن مية ولا تقل عن عشرة يبقى ايه صح ايضا اتأكد من اجراء التحقيق المؤقت لابد تتأكد ان انت عملت تحقيق مؤقت وقلنا بنتأكد منه ازاي بان الفقاع تبقى في منتصف مجراها ايضا قلنا ان الميزان لما اجا اشتغل عليه في جو وفي شمسة وشمسة جديدة اخط فوق منه مظلة وهنا بخط مظلة فوق الميزان ليه لان احنا عارفين ان الحديد يتمدد بالايه بالحرارة فلما الجو حار جدا وانت شغال واجزاء الميزان حصلت لها تغيرات فالفقاعة هتتحرك من مكانها وطالما تفقاعة حركت من مكانها يبقى التراصد اللي انت هتاخده ماله راصد خطر عشان كلا بن ايه بنحط مظلة فوق الميزان عشان نحميه من الشمس قلنا من ضمن الحديد المهمة ان انت تخط الميزان على ارض صلبة مش ارض رغوة عشان ما يتأثرش باي ايه باي اهتزازات قبل كل اراية قبل كل اراية لازم تتأكد لازم تتأكد من ميزان التسوية عشان تبقى متأكد ان الاراية دي خدتها اخدتها صحيحة والميزان مظبوط وشغلك يبقى عشر على عشر ده بالنسبة للاحتياطات حتى كمان نضفها كده يعني ايه هو افضل وقت لاجراء الميزانية يعني انت احسن معاد تشتغل في ميزانية امتى يا ترى وقت الظهر كده وجو شمسة كده ولا في رياح وطراب ومطرة طبعا كلها عوامل جوية مش هتساعدك على عمل لكن الوقت المناسب لنا هو انك تشتغل من حوالي تمانية الصبح الى الساعة اتناشر زهرا وده وقت طبعا ما تبقى فيه درجة الحررة مش عالية قوي والجو كويس او تشتغل من الساعة اربعة لغاية الساعة ستة ايه اخر نهار برضو ده خاصة في الصيف يعني خاصة في الصيف تمام ده افضل وقت لاجراء الميزانية وبكده يبقى احنا قلنا لاحتياطات الواجب مراعتها اثناء عمل الميزانية بالنسبة لمين بالنسبة للميزان طب هو فيه تاني اه فيه بالنسبة للقامة مش انت هتشتغل على مش انت دلوقتي هتشتغل على حاجتين اساسيتين عندك الميزان والقامة ها قول لي اه اه طيب انت عرفت دلوقتي الميزان احتياطاته ايه اخلي بالي من ايه اركز في ايه معايا اعمل حسابي في ايه وانا شغال ده بالنسبة لمين بالنسبة للميزان طب بالنسبة بقى للقامة ايه هي احتياطاتك يعني وانا شغال على القامة كده اه مفروض انا اراعي ايه ايه اللي مفروض اخليه في زهني وانا شغال على القامة اعم اه ايه الشروط ايه الاشتراطات اللي مفروض ان اه واحنا شغالين على القامة انني اكون متبحة كويس جدا تعالوا نشوف مع بعض على اشتري حلقة قدامنا حبيبي ثانيا بالنسبة للقامة اول حاجة بالنسبة للقامة مقارنة القامة على شريط من السلب للتأكد من صحة تدريج القامة لازم اقارنها على شريط من السلب عشان اتأكد من صحة تدريج القامة لان ممكن يبقى التدريج غلط وبالتالي جميع الايرات اللي هتاخدها ايريال غلط عشان كده تجيبش شريط صلب وتروح ايس به القامة تشوف هل فعلا القامة دي طولها اربعة هل تدريجها مزبوط ولا مش مزبوط لا القامة تمام تأكدت ان قبضك تمام يبقى ده اول خطوة انت بتتحقق منها تاني حاجة التعرف على كيفية قراءة القامة طبعا مش معقولة طبق انت راجل يعني بتاع مساحة وانت شغال على القامة وما تعرفش تقرأها يبقى لا لابد تكون تعرف تقرأ القامة ازاي تالت نقطة ان يكون صفر تدريج القامة عند اسفلها زي ما قلنا قبل كده احنا بناخد القامة ان علل يبدأ صفر تدريج القامة عند اسفلها او علل تكتب الارقام مالوب على القامة ليه حتى تظهر صورتها في المنظر ايه معتدلة يبقى ده تاني تالت حاجة ايه ان يكون صفر تدريج القامة عند اسفلها انت متأكد من النقطة دي يبقى كده تالت حاجة شغالك مصبوط رابع حاجة وضع القامة عند نقطة الدوران على قعدة حديدية اللي احنا قلناها قبل كده لو انت شغال في ارض رخوة او ارض الرملية وبعدين حطت القامة وجيت عند نقطة الدوران هتلف القامة ازا القامة يحصل لها ايه هتغوز في الارض يبقى الاراية اللي هتخدها بعد كده ايه راية مالها ايه راية خاطئة طب انا عشان اتلف القصة دي اعمل ايه اروح جاي عند نقطة الدوران وحطت قعدة ايه حديدية ليه وهنا ممكن اقولك علل علل توضع القامة عند نقطة الدوران على قعدة حديدية ليه حتى هتقول بقى اللي جابة ايه حتى لا تغوز في الارض اثناء دورانها تمام نمرة خمسة ملاحظة انتباق التقاسيم عند فرد القامة المفصلية يعني لما تيجي تفرد القامة تلاقي تقاسيم القامة بكده ايه منطبقة على بعضها نمرة ستة فحص طريقة تدريجها وكتابة الارقام عليها يبقى انت هتفحص تدريج القامة وكتابة الارقام موجودة فين على القامة هتفحصها نمرة سبعة توضع القامة رأسيا تماما وذلك بملاحظتها من شطر يقول لي ايواء من الشعر الرأسية اللي موجودة عن فين اللي موجودة عند حامل الشعرات الشعر الرأسية اللي هي محفورة على حامل الشعرات هي اللي بتخليلي او من خلالها اقدر اعرف ان القامة دي مالها رأسيا تماما نمرة تمانية توخي الحذر او الدقة التامة في قراءة المقدمات والمؤخرات ركز كويس او في الحتري ان دي مقدمة ودي مؤخرة اذ ان اي خطأ في احدهما يؤثر في مناسيب النقط التي تليها بينما الخطأ في المتوسطة لا يؤثر الا عليها فقط وغلب لك في الحتري مهمة جدا هتنفعنا ان شاء الله واحنا بندرس مع بعض الميزانية الطولية وكيفية تدوين القراءة في الميزانية الطولية يبقى لما نجي نقول احتياطة الميزانية بالنسبة القامة ايه اقوله مقارنة القامة على شريط من الصلب للتأكد من صحة تدريج القامة التعرف على كيفية قراءة القامة ان يكون صفر تدريج القامة عند هه اسفلها وضع القامة عند نقطة الدوران على قعدة حديدية انتباق التقاسيم عند فرد القامة المفصلية فحص طريقة تدريجها وكتابة الارقام عليها توضع القامة رأسيا تماما ها وذلك بمراحزتها خلال الشعر الرأسية تمانية توخي الدقة التامة في قراءة المقدمات والمؤخرات از ان اي خطأ في احدهما يؤثر في مناسيب النقط التي تليها بينما الخطأ التي بينما الخطأ اللي في المتوسطة لا يؤثر الا عليها وبكده يب احنا عرفنا حبيبي ايه هي ايه هي الاحتياطات الواجب مراعتها او الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء في الميزانية بالنسبة للقامة يب احنا قلنا بالنسبة للميزان وقلنا بالنسبة للقامة وقلنا بالنسبة للقامة مقارنة القامة على شريط من الصلب عشان اتأكد من صحة تدريج القامة اتأكد منها مظبوط القامة هي طولها اربعة هي فعلا طولها اربعة التعرف على كيفية قراءة القامة مش ممكن مش ينفع اساسا انك تبقى من دمن برضو الاحتياطات اللي انا ارعيها ان اه اخد القامة عند نقطة الدوران واختها على قاعدة حديدية وقلنا عند قاعدة حديدية حتى لا تغوز في الارض اثناء دورانها قلنا برضو من دمن الحاجات المهمة اني توضع القامة رأسيا تماما يبقى القامة بتاعتي رأسيا واخد الشكل الرأسي واخد الشكل الرأسي وهنا انا بعرفها من خلال شعرة الاستادية شعرة الاستادية اللي هي الرأسية تمام جعل القامة في وضع ايه في وضع رأسي من دمن برضو الحياة التواخ الدقة التامة في ان كل اراية يبقى انت عارف الاراية اللي انت خدتها بايه مؤخرة مقدمة لانك لو اخطأت في المؤخرة والمقدمة بالذات المناسيب اللي هتطلع بعد كده تبقى مناسيب خطأ لان المؤخرة او المقدمة هي التي تؤثر تأثير حقيقي على الميزانية لكن المتوسطات اللي في النص ممكن ناخدهم دول الاريات اللي في المنتصف دول عادي ممكن مش يأثروا في الميزانية بحق تمام يبقى احنا عرفنا كده ايه هي الاحتياطات والتعليمات الواجب مراعتها عند عمل الميزانية ها حبايب بقى الشطار بقى اللي هم متابعين يركزوا معايا ممكن نقول مجموعة من الاسئلة زي ما احنا تعودنا السؤال اولان السؤال عام اذكر الاحتياطات والتعليمات الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء في الميزانية هتتكلم ازاي هتقول ايه اجابتك هتبقى هتقول اولا بالنسبة لي الميزان 1-2-3-4 ثانيا بالنسبة للقامة 1-2-3-4 يبقى انت هتقول ايه هتقول 2-3-4 تمام طب افرد جاي قال ما هي الاحتياطات والتعليمات الواجب اتباعها حتى تقل الاخطاء في الميزانية بالنسبة للقامة بالنسبة لمن القامة هتقول ايه هتقول ما القامة فقط يبقى هتقول احتياطات القامة بس يبقى لما يحدد لك جزئية معينة ما تقول ش غيرها ركز في اللي هو طلب منك عشان تبقى اكثر تركيزا اكثر ايه اجابة ده بالنسبة للسؤال اسئلة تانية بقى يقول لك علل يجب ان يكون صفر تدريج القامة عند اسفلها هتقول ايه حتى تظهر صورتها في المنزار معتدلة علل توضع القامة عند نقطة الدوران على قاعدة حديدية هتقول ايه حتى لا تغوص في الارض اسناء ها دورانها افضل وقت لاجراء الميزانية من نقط لنقط يبقى هتقول ايه افضل وقت لاجراء الميزانية من تمانية الى اتناشر صباحا ومن اربعة الى ستة مساء برضو اعلل وضع مظلة فوق الميزان ليه انت هتحط مظلة فوق الميزان ليه وانت بتشتغل ها حد عارف حد يقول في ناس صحي ومسا صحة معي هيقولوا ايه صح ام خطأ ركز معي صح ام ايه ام خطأ يجب اللا تزيد المسافة بين الميزان والقامة عن تمانين متر صح ولا غلط لا خطأ يبقى هي ايه صح ايه لا تزيد عن ميت متر ولا تقل عن خمسة متر غلط لتقل عن عشرة متر يعني واحد يحطيلي كده القامة قدام الميزان بخمسة ستة سبعة تعمل يا ميت تسعة متر لا غلط وما اللي ايه الانسب ما يقلش عن عشرة متر المسافة بين الميزان والقامة ما تقلش عن عشرة متر تمام دي اسئلة في الاحتياطات لو جينا قلنا سؤال عرف تحقيق الميزان ثم وذكر انواعه يبقى احنا عارفين التحقيق هو ها احنا بنقول مجموعة اسئلة اهي مهمة جدا اكتبها عندك وحتليها من الاسئلة المهمة جدا جدا في امتحان اخر العام ان شاء الله عرف تحقيق الميزان ثم اذكر انواعه متى يتم اجراء التحييل مؤقت حد يقدر يقول لي انت اجراء يتم اجراءه عند نقل الميزان من مكان الاخر عند الرصد مباشرة اول ما مرصد اعمل التحييل مؤقت متى يتم اجراء التحييل دائم عند استعماله اول مرة او اذا كسر استعماله استعماله عدس كبير من السنوات او اذا اسيق استعماله يعني اللي استعماله اخطأ فين استعماله يقاس مستوى المقرنة في البحر الاحمر غلط ولا صح غلط يقاس فين يقاس في البحر الابراد المتوسط الروبرات هي علامات معدنية غير سابتة لا هي علامات معدنية سابتة توضع في المدن كل نقط كل نص كيلو متر مربع بينما في الارض الزراية كل نقط كل اثنين كيلو متر مربع بينما في الطرق الصحراوية كل نقط كل تلاتة الاربعة كيلو متر مربع مجموعة من الاسئلة تمام تستخدم الغرض من العدسة العينية الحصول على صورة معتدلة مصغرة صحة مخطأ خطأ العدسة العينية بتديني صورة معتدلة مكبرة بينما الشيئية تعطي صورة معتدلة مكبرة غلط المري صح تعطي صورة معتدلة مصغرة تمام دي مجموعة اسئلة على الدروس السابقة اللي احنا اخدناها يجي برضو من دمن الاسئلة ما هو دور الميزانية في الانتاج الزراعي تستخدم الميزانية في قياس الابعاد نقط مستوى المقارنة هو المستوى الذي يقاس منه ارتفاع وانخفاض النقط صحة مخطأ صحة منسوب النقطة مقدار ارتفاعات او انخفاضة النقطة على سطح الارض بالنسبة للمستوى المقارنة ومنسوب النقطة موجب اذا كان مرتفع واسالب اذا كانت منخفض صحة موضوع بسيط وسهل وسلس الاحتياطات اللي قلناها احتياطات مهمة لابد كلنا نكون عارفينها لانك لو اهملت في خطوة فيها هتفشل معاك الميزانية وانت شغالها يبا الاحتياطات بتاعتنا مرة اخيرة احتياطات بالنسبة للنزان واحتياطات بالنسبة لمن للقامة نرجع كده مع بعض كده على الشريحة بتاعتنا ونشوف تاني احتياطات الميزان واحتياطات القامة والناس كده تاخدها لقطة ويسجلوها عندهم لان دي يعتبر ملخص بسيط عندك تقدر تستعين به في اي وقت وهذا الملخص تقدر انت بقى كده تروح جاب كشكول كويس وتنقل الحاجات دي الحاجات دي فيه اذا انت مش محتاج معي يا حبيبي نشوف كده مع بعض الاحتاطات دي تاني بالنسبة للميزان على الشريحة بتاعتنا والناس تاخدها لقطة عندهم كده علشان يقدر نسجلها وتكون موجودة معانا بصفة دائمة اولا بالنسبة للميزان التأكد من حامل الميزان وربط المفقوق منه زي ما اتفقنا اي جزء في الميزان مفقوق اكون متأكد ان انا ايه ربطته تاني حاجة وضع حامل الميزان على ارض صلبة وتثبيته جيدا في الارض وقلنا يا جماعة ارض صلبة ارض صلبة عشان ما يتحركش ما يهتزش الحامل فلما يهتز الحامل هتتغير ميزان التسوية هيختلف الفقاعة تتحرك من مكانها يبقى الارايات اللي انت بتاخدها ارايات مالها غير صحيح وتثبيته جيدا في الارض تالت حاجة وضع الميزان في منتصف المسافة بين المؤخرة ومين بين المؤخرة والمقدمة يبقى لابد تكون متأكد ان المسافة اللي فيها الميزان في النص بين المؤخرة وبين المقدمة رابع نقطة ألا تزيد المسافة بين الميزان والقامة عن مية متر المسافة ما تزيدش عن كام يا شباب عن مية متر وما تقلش عن كام عن عشرة متر وركز في الحتة دي لانا ممكن يجي فيها سؤال صح أم خطأ خامس نقطة التأكد من إجراء التحقيق المؤقت للميزان طب هتتأكد إزاي بأن تكون الفقعة أهي بأن تكون الفقعة في منتصف مجرها تتأكد أبص على الميزان التسوية بتاعي أشوف الفقعة في منتصف مجرها يبقى أنا كده أشغلي صح الميزاني مزبوط يلا تكره الله واشتغل نمرة ستة إدارة المنزار بخفة عند الرصد وهنا يا جماعة يعني انت مش بتحارب مع المنزار يعني بتحط إيدك كده عن المنزار بلين وبخفة وبحنية اتدور المنزار علشان يبقى ما تغيرش الفقعة من مكانها وبالتالي إيه الميزاني بوز والدنيا تبوز عندك سابع حاجة وضع مزلة فوق الميزان لحمايته من الشمس وتأثيرها على أجزاؤه خاصة إيه خاصة فقعة ميزان التسوية يبقى لابد في حالة الحرارة الشديدة وخاصة في الصيف وجو شمسة والحرارة زي ما احنا عارفين بتؤدي إلى تمدد الحدي بالحرارة ولو الميزان عبارة عن الحدي تبعا كنا عارفين حصل له تمدد يعني حتتغير الفقعة من مكانها يعني الفقعة تحركت يعني ايه اللي حصل التحقيق بتاعي باز يبقى الرصد بتاعي أصبح رصد خاطئ محتاج أعمل إيه أرجع تاني أصلح أو أصحح الخطأ اللي موجود في الميزان ممرة تمانية يجب ملاحظة ميزان التسوية عينك على ميزان التسوية عينك فين عينك على ميزان التسوية قبل كل إراية يعني مش إراية وتروح لا ده كل إراية حتاخدها عينك حتروح على ميزان التسوية عشان تتأكد إنه مزبوط من خلال الفقعة الفقعة الموجودة في المنتصف وبكده يبقى أنت متأكد إن الإراية صحيحة تاسع نقطة يجب العناية بقراءة القامة على الشعر الأفقية الهين الوسطى تيجي تقراها على الشعر العليا غلط على الشعر السفلة غلط عشان أنت عندك ثلاث شعرات إيه؟ ثلاث شعرات أفقية تمام؟ واحدة عليا والتانية سفلة والوسطى أنت بقى هتاخد على أنهي فيهم بأخد وقرة على الشعر الهين على الشعر الوسطى لأنك عارف إن الشعر العليا والسفلة دول عبارة عن شعرات الاستادياء وظفتهم إيه؟ الحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس ده بالنسبة لمين؟ دي احتياطات بالنسبة للميزان طيب يبقى لو طلب مني بالنسبة للميزان فقط مش هقول غردول ما قلوش القامة لا ما قلش لأنه ما طلبش لكن لما يقولك بقى الاحتياطات بسفة عامة الكل يبقى هنجيب احتياطات الواجب مراعتها عند عمل الميزانية بالنسبة للقامة يبقى لو طلب مني الكل هقوله بقى أولا بالنسبة للميزان ثانيا بالنسبة للقامة طيب بالنسبة للقامة نمر واحد عندك ايه اقارن القامة على شريط من الصلب للتأكد من صحة ايه من صحة تدريج القامة ما هو انت عايز تتأكد ان القامة دي تدريجها مزبوط ولا مش مزبوط فانت هتعمل ايه هتقارنها هتجيب شريط من الصلب وطبعا انت عندك شريط من الصلب دوة انت تدرس بسانة اولى وعارف طريقة استخدامه ازاي هتقارن الشريط على القامة وتتحقق وتتأكد ان القامة مدرجة تدريج مزبوطة تاني نقطة التعرف على كيفية قراءة مين القامة ما ايش ما اقولها انت ترجل مهندس قد الدنيا ها وانت مش عارف تقرأ القامة ما تشغل على ازاي انت تشغل على ازاي يبقى لابد علشان تقدر تشتغل على القامة انك تعرف تقرأ القامة كويس لازم تبقى عارف اقراها ازاي والقامة مدرجة لا ايه لا امتار ودي سمترات وسنتيمترات وهكذا رابع حاجة وضع القامة عند نقطة الدوران على قاعدة حديدية يا شطار وهنا الشطار يقولولي ليه نقوللك ليه يا مستر اه علشان لما نيجي اندور القامة اللف القامة عند نقطة الدوران مش تغوص في الارض لانها لو غاصلت في الارض يبقى القرية التانية هتبقى قرية ما لها خاطئة يبقى وضع القامة عند نقطة الدوران على قاعدة حديدية خمسة انتباق التقاسيم عند فرد القامة الايه المفصلية لما انت عندك نوع من انواع القامات اللي عندي قامة مفصلية تمام القامة مفصلية دي اللي تنبتين على بعض يبقى انتباق التقاسيم عندها فردها لا تجد يفردها يبقى التقاسيم دي ايه معمولة على بعضه تمام فحص طريق التدريج القامة وكتابة ارقامها تكون القامة رأسيا تماما توقف دقة في قراءة المقدمات المقدمات والمؤخرات ولابد اكون عارف فين المقدمة وفين المؤخرة لان اي خطأ فيها هيبقى خطأ في بقية المسألة كده درس النهاردة كان الاحتياطات الوجه باتباعها حتى التقلل الاخطاف المزانية ابنائي وعزائي الطلبة والطلبات ساعدت بوجودي معكم والى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله